الله يصبحكم بالخير الجميع ويعطيكم ألف عافية احنا شباب بعد ما أنجزنا موضوع بأنواعه المختلفة وصلنا لعند عنوان الالكترون مايكروسكوبس وهو الالكترون مايكروسكوبس أيضاً هنه برضو مجموعة في بينهن اختلافات معينة ولكن بتشابهن مع بعض بكسة إنهن بيستخدمن بيم أوف إلكترونز ما بيستخدمن الفيزيبل لايت وإنما بيم أوف إلكترونز وطبعاً البييم أوف إلكترونز اللي بيستخدمنهن معناها بننستنتج إنه بالتأكيد أكبر مش بس أكبر مقارنة في اللايت مايكروسكوبي يعني ممكن يتوصل لألف فولد إنكريز في الرزاليوشن طبعاً مادام ألف فولد إنكريز بالرزاليوشن لأنه حقيقةً الوايف لينكترونز تقاس بالنانومتر وعليه الليمت أوف رزاليوشن ممكن تكون بالنانومتر وأحياناً توصل لحد واحد نانومتر طبعاً هاي ليمت أوف رزاليوشن كافية لتمييز أجزاء بسيطة جداً جداً بالسل زي على مستوى الأتم وهذا بيولد كوة تكبيرية هائلة ليس بعشرات أو مئات الآلاق من المرات فقط وإنما في أحدث المايكروسكوبات الآن إنه ممكن يوصل إلى ملايين من المرات التكبيرية يعني موثق الآن يصبح القوة التكبيرية أكثر من مش بس مليون أو اثنين وتوصل لحد خمسين مليون مرة فهذه قوة تكبيرية هائلة حقيقةً وبتخليني أشوف everything على مستوى الخلي everything I need فهذا هو مبدأ الإلكترون مايكروسكوبات لكن هني فيهن بشكل عام two categories two types اللي هم فيه transmission electron microscope والالكترون والscanning electron microscope وهذولا فيه بينهن أيضا فروقات مهمة ولازم نتنوى لهم let's start by transmission electron microscope وهو هذا transmission electron microscope ممكن الresolution له توصل لحد ثلاثة نانومتر وبعد كتب أو تيكست بوكس بتحكي واحد نانومتر حتى تخيله يعني كوة بالresolution وستعكس على الماجنفيكيشن بطريقة هائلة جدا هذا الآن الماجنفيكيشن لقيله ممكنها توصل أربعمائة ألف بس هي ممكن توصل ملايين زي ما حكينا وهذه تعطينا تفاصيل هائلة الآن بالنسبة لpreparation of the sample بنا إحنا نعرف إنه أنا السكشنز اللي أنا ببحصل عليهم إذا بتذكروا في حالة light microscope سكنا نحكي أنا بدي سكشنز تكون أكثر من واحد مايكرو أو typically 3 إلى 10 مايكرو متر الثقنس للسلايس في حالة light microscopy في حالة electron microscopy وتحديدا الترانزميشن لازم تكون سلايس much less than 1 مايكرو متر وبالتالي يعني هون طلعوا المكياس اللي أنا 40 إلى 90 نانو متر أنا مش كثير بهمني رقم 40 أو 90 حرفي بقدر ما إنه الوحدي إنه نانو متر مش مايكرو متر إذن هذي very very thin وبالتأكيد أنا بدي ultra microtome مشان إنه يكون يقدر يقطعها وبالدقة المتناهية اللي مطلوبة هون طبعا الترانزميشن إليكرو مايكروسكوبي لسه السكشن لازم تكون thinner than scanning اللي بنا نحكي عنها بعد شوي لسه scanning ممكن إنه يسمح بثيكنيس أكثر شوي من هيك بس بتأكيد حتى في حالة سكانينغ هو بدي يكون thinner than الsection container than في حالة الآن النقطة الثانية resine embedded tissue طبعا إحنا هون منحكي عن إيشي بتأدرسه بالإلكترو مايكروسكوب إذن الليبتز بتهمني وبالتالي مستحيل إنه أنا أعمله في البرافين أو أعمل oven أو heating أو كل هالأمور فبالتالي resine embedded تمام هذه استخدمنا لبلاستيك resines مشان خطوة الimbeding الأوباريشن أو البرينسيبل الفيزيكال والبرينسيبل للموضوع إنه البيموفيلكترونز اللي بتنطلق من خلال سيستم هلا راح نشوفه في السطورة كيف سيستم من الكترو ماجناتك لينسز في النهاية بده أمر من خلال سامبل سامبل تحتوي على تيشو تيشو محضر طبعا وresine embedded وكذا تيشو في differences مختلفة فيه بس differences المختلفة مش إنه والله في dies في different colors no differences المختلفة إنه في مناطق rich in electrons مناطق poor in electrons ومناطق in between فبكل تأكيد بناء على مرور البيم نفس البيموفيلكترونز ستمر في كل هذه الأجزاء تول penetrate through the sample فبنتج آخر إشي picture black grey white كل هاي الألوان مدرجة يعني ما بين أسود وأبيض وبعدها بيجي التدرج إنه هي ما بتعطي ألوان زي light وإنما بتعطي black white وintermediate grey وهذا راح نفهم لماذا بيعطي black white وكذا once again مش لأنه في سبغة لأنه فيه differences في الالكترون density وهذا كلام كثير مهم إنه الريجينز من التشو اللي هم يعني الالكترونز فيهم they can pass penetrate easily بسرعة بيختركوا العينة وما بواجهوا resistance أو إعاقة أو كذا هذول المناطق بيظهروا brighter أو بنسميهم electron lucent يعني هذول المناطق في العينة they are poor in electrons فالبيموفيلكترونز اللي أجت على العينة بسرعة مرت من خلالهم وأعطوا آخر شي على الديتكتر على الإيميج أعطوا bright أو أعطوا إيش بميل للويت بينما المناطق اللي فيها الالكترونز they are absorbed أو deflected أو يعني تأخروا أو عكسوا أو مروا ببطء أو غيره بدهم يظهروا dark أو darker على الأقل وهذه المناطق بتكون electron dense طبعا هذا وفيه in between ولهذا السبب تظهر الصورة زي ما حكينا من black إلى white و grey و in between من الكلار once again depending على electron density طبعا هاي الالكترون density الفكرة فيها إنه التشو بشكل طبيعي إحنا الالكترون في النهاية بين الأجزاء المختلفة للتشو عندنا ولكن هاي beyond الكاباسيتي للتشو إنه يميز بينها بناء على الالكترون مايكروسكوبية لكن إحنا إعملنا خطوات وتحديدا خطوة الفكسيشن وحتى هنا ضيفنا خطوة الديهايدريشن يعني السوليوشن اللي استخدمنا ناهن بالفيكسيشن وبالديهايدريشن إحنا أضفنا تحتوي على هيفي متال آيونز هيفي متال آيونز هاي منها نذكر أمثلة عليها بجوز في مثال قرردي إحنا بنعرفه أزميوم تتروكسايد بس هاي فينا أمثلة أخرى ليد ستريت يوراني كومباونز وغيرها وسبق أن حكينا عن الجلوترال دهايد هذولا هيفي متال أمثلة أخرى وغيرها تتريبه يمكن أن تتريبه إلى ميكرو 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 دون أخرى أو أكثر من أخرى وهكذا وبالتالي بعملوا في إذا التشو اللي كان عندي في قليل أو شبه يعني فبالتالي كل أجزاء كانت بشكل كانت بنسبة إلي كلياتها تقريبا الآن أصبحت بعد ما أنا استخدمت معينة أثناء أو أضفت أثناء بسبب التمايز لا أجزاء إنها تأخذ أكثر من أجزاء أو دون أجزاء فصار العيني مش بس أصبحت العيني فيها مناطق ومناطق 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 ومور وهكذا وبناء لذلك لما تمر علي البيم وفي الالكترون تفاعلي معها رح يكون مختلف بالنهاي اللون هل هو دارك هل هو وايت هل هو البتوين رح يكون أيضا مختلف فصار فيه وطوي كل فيزيبليتي للسامبل اللي أنا درستها هلأ فيه هنا تطبيق هو تكنيك وتطبيق إحنا بنستخدمه لل الالكترون مايكروسكوب وتحديدا الترانزميشن الالكترون مايكروسكوب اللي هو كريو فراكتشور أندي فريز اتشينج تكنيكس تمام كريو من يعني من إشي متجمد وفراكتشور طبعا أكيد من تكسير وفريز اتشينج تارفل أنا استخدم الفريزينج والإتشينج هلأ لني بستخدم نايف يعني لسي متاعه رح نفهم إيش أنا إحنا بنقصد فيه هذولا تكنيكس بنستخدمهن لما إحنا بنا ندرس تيشو معين بدون ما نعمله فيكسيشن أو من هون جاي كريو تمام هذا التيشو إحنا ممكن نعمله بالليكويد نيتروجين تمام وليتر نخدعه لو تيقول الكريوفراكتشر والفريز اتشينج لماذا إحنا ذهبنا هون للإلكترون مايكوسكوب القصد فيها تستضي The Structure أو The Internal Structure Of The Cell Membranes هلأ السل الممبرانز هون بتعرفه بيحتوى صح على بروتينز بس بيحتوى على وإحنا بنقدر تقريبا في معظم الممبرانز لبروتينز وليباتز وان تو وان هلأ أنا إذا بدي تستضي الممبران الثيكنيس لإله أو إيش موجود على السيرفيس وإيش موجود إيش المكونات المختلفة يعني دنسة نيبورة كذا أنا بإمكاني أستخدم الترانزميشن إلكتروم مايكروسكوب بالأورديناري بالبلاستيك رزين وكذا بس إذا أنا بدي أدرس داخل الممبرانز هون بدي أنا بترفي الممبرانز بايليير كلنا بايولوجيك الممبرانز هم بايليير إذا أنا مش بس بدي أدرس التكريس وكذا بدي نظرة عميقة على التوبوغرافي ونظرة عميقة لجوة الممبرانز تمام هذا الكلام بيحتم علي إنه لابد من إنك إنت تفتح الممبرانز تفتحهم مشان إنت تدرس inside الاكسترا سيليولار لير وinside السيتو بلازميك لير شو فيه بداخلهم in between them طبعا البيليير هذول الثكريس لإلهم يقاس بالنانومتر وهذول they are very fragile بترفوا الممبران it's fluid like كيف أنا بدي أفتحهم أكيد مش راح أفتحهم manual by my hands فأول إشي بجيبوا العينة بيجمدوها بالليكويد نيتروجين later on بعرضوها لوطوي كل cryostat معين هذا اللي cryostat عنده قدرة إنه يعمل بنايف معينة يضرب على الممبران طبعا نايف إحنا بنحكي عن نانو نايف أو رازور يعني بيضربها فبيعمل فيها challenge لما يعمل فيها challenge دائما القاعدة العامة بالكيميستري وبالفيزيكس إنه عندما تتعرض أي عين أو أي جسم ل ضرب لفورس هاي الفورس غير كافية لتحطيمه كليا ولكنها قوية لدرجة ستحطم به أجزاء معينة فهذه الضرب وقتها ستكسر الأجزاء الويك وتترك الأجزاء strong إحنا لو أن ضربنا ضربة قوية جدا جدا كانت كفيلة إنها تعمل damage لإفريتيك لو ضربنا ضربة خفيفة جدا جدا ما كانت ستحدث أي أثر لكن إن ضربنا ضربة in between فطبيعي إنه تحدث damage أو break للأماكن الويك وتترك الأماكن strong طبعا في الممبرين كل لير الترابط بين أجزاءها المختلفة أقوى من الترابط بين الباي لير نفسهم فلهذا السبب الباي لير ستفتح أو ستفتح جزئيا طبعا هذا الكلام كلياته إحنا مش شايفينه لأنه وضعت ذنانو تمام فبعد ما هذه specimen لفروزن والكذا عملنا لها القط ولفراكتر بالنانو نايف أو بالنانو رزور بنحطها ب ب ب ب ب يعني بوسط فراغي وكذا وبندخ عليها بلاتينيوم معدن معين بس مش معدن على شكل صليب أو سائل على شكل بخار زي كي في سبري فاللي رح يصير إنه هذا المعدن رح يبلش يتراكم على أجزاءها الداخلية على شكل بخار يتراكم يلون في البداية ثم يتراكم ثم بريسي بيتات بريسي بيتات طبعا هذا معدن هلا هو فيبر لأنه قد تيمبرتشار معينة لاتر اون لما يتراكم رح يصير ريبليكا عمل ريبليكا من دي اني ريبليكيشن يعني عمل ريبليكيشن أو ضيبليكيشن للتجاويف والانتناءات والستركترز اللي لكيهم هلا الآن تحديدا أنا بقدر أشيل الورجينيك ماتيريا اورجينيك ماتيريا كلها بطلت تلزمني لأني أنا أخذت نسخة عنها هذه النسخة من معدن بلاتينيوم ممكن جولد ممكن غيره هذا أنا بدرسه رح يظهر في عندي انه هذا المنطقة ريتش ان الكترونز بور هاي المنطقة دينس هاي ثن هاي كده هذا كله يأتو وقتها يعكس إيش الممبرين اللي عمل ريبليكا منه طبعا هاي اللي بروسيس مهم جدا جدا لشان احنا ندرس الانتيجرال بروتينز والانتيرنال ممبرين بروتينز أو كومبوننتز بشكل عام اللي موجودين جوه الممبرينز أو اللي بيخترقوا السلم ممبرينز بدقة متناهية اللي بالتأكيد دراستهم ما كانت ستتم using other methods أو ما كانت ستتم بكفاءة بهاي الكفاءة هون احنا بنشوفهم على البث المباشر فاحنا بنوقف الشباب لحد اللي هون لعند عنوان scanning electron microscope مع اي اس اللي عندكم وبعديها ان شاء الله بنكمل الله يعطيكم العافية مرة جديدة الجميع فاحنا النوع الاخر والاخير طبعا في الالكتروميكروسكوبز اللي هو scanning electron microscope هذا scanning electron microscope هو يشبه الترانزميشن في قصة انه بيستخدم البيموف الكترونز وعنده هاي ريزاليوشن وكذا وان كانت الريزاليوشن لقيله اقل شوية صغيرة من الترانزميشن electron microscope هذا اكثر اشي احنا بنستخدمه مشان انه ندرس السيرفيسز السطح الخارج سواء لسيلز لتيشوز لأورغانز يعني زي بعمل scanning للسطح الخارجي وهذا مبدأه زي ما حكنا انه بده يستخدم بيموف الكترونز في مناطق ريتش ومناطق بور ومناطق كذا ما في اي مشكلة في هذا الجانب بس هو بيختلف باختلاف مهم وهذا اهم اختلاف انه البيموف الكترونز they don't pass through the specimen they don't penetrate ما في داعته penetrate حتى موقع ال specimen بيجي في موقع ما في قدرة ولا داعي لهذا البيموف الكترونز انه يخترق العين لاننا ما بدي داخلها انا بدي السطح الخارجي لالها يكون واضح نعمل what we call three dimensional structure هلا لهذا السبب بتحضير العينة بشكل عام تخطع لخطوات زي في الترانزميشن اللهم مع فروقات مهمة اولا الثكنس للسلايس اللي احنا بنعملها using الالترا ميكروتوم ممكن انه تكون ثكر شوي صغير اذا الترانزميشن هاي نقطة النقطة اللي بعدها انه العينة لازم نعملها ونضيف عليها سبري او كوت تمام من هاي لسه خطوة اضافية حتى بعد ما نجهزها وبعد ما كده كبل عملية الاناليسيز واخضاءها للميكروسكوب سلابد ان نضيف عليها سبري معين على السطح الخارجي من هيفي متال اسمه جولد مثلا كمثال بس ممكن يكون بليديوم ممكن يكون بلاتينيوم ممكن يكون اي هيفي متال اخر مهم يكون ريتش الالكترون القصد فيه انه هذا الهيفي متال ايضا سيتراكم على اجزاء في العين اكثر من اجزاء والاخره فبالتالي رح يملئ الديفرانسيز ايضا في الالكترون دينسيتي اللي رح تساعدنا في عملية الاناليسيز لترون هلأ لما نيجوا الالكترونز البيم اف الالكترونز على سطح العينة ما بدي اياهم يخترقوا لكن هم رح يتفاعلوا مع الالكترونز الموجودات على سطحها فاما هم they are deflected تمام او يعني بسموهم backscathard تمام هلأ backscathard يعني انه تم اعادة يعني ضربوا في العينة وتم اعادة يعني بثهم مرة جديدة او they are absorbed by the sample وصار يعني emission لسكندر الالكترونز على الجهتين هذول two types of الالكترونز they will be received by a detector الديتكتر هذا بس بديو يعمل لي what we call black and white و in between ويعطيني الصورة واللي هي وهون ممكن تكون three dimensional لانه بكيس thickness كمان scanning لما نكون دائما اي scanning ما انا فيه scanner بتكيس على عدة نقاط وممكن هو يكيس عدة اعمال هلأ هذول الصورتين كثير كثير بساعد الى اعمال بفهم الى الكترون مايكروسكوب نحظ انه انا في الترانزميشن الكترون مايكروسكوب تمام انا في عندي كاثد وفي عندي انود وفي عندي electron gun هاي اللي بنسميها electron gun كلها بعضها electron gun يعني الصورس اللي بنطلق منه الالكترون وطبعا الصورس اللي بنطلق منه الالكترون هو يصدر بفولتج عالية جدا جدا يعني تخيلوا انه ممكن يتوصل من ستين الى مية وعشرين الف فولت وهي الكمية اشي هائل جدا حتى لا خيالها تمام تيجي على لنس هون نسميها كوندنسر لنس طبعا ننتبه كل لنس هذول اللي بنحكي عنهن هون ما بنحكي عن اشي زجاجي هون بنحكي الكتروماغنتيك يعني هذي مكوني من مثل من وير من كذا وليس ما في زجاج هون هنا فهذه الكندنسر لنس وظيفتها انها تثبت وتوجه وتجمع وتقوي الالكتروماغنتيك وتوجه على السامبل السامبل هون اللي هي طلع وين موقعها ومهم جدا اننا ننتبه وين موقعها لانه موقعها هون في الترانزميشن بيختلف عن موقعها في السكانينج في السكانينج وقعت في الآخر هون لا وقعت في نص المايكروسكوب فاجعل السامبل من السامبل طبعا اتفقنا في مناطق الالكترومبور ودنس وكذا فرح يصير إعاقات أو سماح بمرور بطرق مختلفة الالكترونز رح يطلعوا هون رح يجوا على لنس أخرى اللي هي الابجيكتف لنس اللي بدها تعمل وبدها تعمل يعني يعني استكبال للالكترونز اللي طلعت من العين اكيد طلعت بوايف لينكس اعلى لانه الانرجي صارت اقل هلا لاتر اون في لينسز معينات انترميديا توب روجيكتر هذول وضيفة هند يعني اي الكترونز او اي بطل عندها طاقة وبطل عندها سرعة انها تمر انهن يسرعنها مشان توصل واتوي كول الديتكتر ففيه هون انه ديتكتر معين عمال الالكترونيات اللي بوصلين بضربين فيه بضربين فيه بطاقة مختلفة بوايف لينكس مختلفة بغطفر وهذا كلها تعمال يترجم هون بالطريقة الصوفتوير الى فوتوز والى بلاك ووايت والبتوين على اساس انه احنا نقرأ هلأ بنا ننتبه كمان لقد نقاط اللي هي العينة موجودة على متال جريد متال جريد وليس على سلايد سلايد جلاس زي في هذا المتال جريد ممكن يكون مصنوع من كبر ممكن يكون مصنوع من جولد وبالتالي وهذا كثير مهم النقطة الاخرى انه هذا الوسط اللي يشتغل فيه اللي بمرين خلاله يعني فراغي مسكر لا مسموح يدخل من الجول اله ولا منه للجول لانه هون بتك عن بي مفلي كرون بطال تجعل ليس الجو عندي نايتروجين وCO2 واشياء كثير يدخلين على داخل الـ وبالتالي يعكن او يتفاعل مع الالكترون بطريقة ما فهذا الوسط لازم يكون الـ الى هذا ما يتعلق بالترانزميشن الالكترون مايكروسكوب لما يجي الاسكان الالكترون مايكروسكوب فيه تشابهات طبعا بالالالكترون وانه انا فيه عندي كثد وانود وبدو ينطلق منه الالكترون على اساس انه يجي على الكندس اللي عندي هون لحد الهون الامور تمام انا فيه عندي تمام برضو هذه فيها نقطة تشابه لكن ننتبه لنقطة انه الـ عندي هون في حالة سكان الالكترون مايكروسكوب يكفي انها تكون من 20 الى 30 الف فولتج مافي داعي تكون 60 الى 120 الف فولتج بكفي 20 الى 30 والسبب في ذلك انه انا ما بدي اياهم يخترقوا العين ازاي فحالة الترانسبيشن انا بدي اياهم تسكان السيرفيس للسامبل هلا لاحظوا هون بعد ما اجوا على العين العين it's not located at the middle it's located at the base فاجوا على لنس تمام معين وظيفتهم برضو جمعتهم وجهتهم الى اخره ومربوط هذا الانس بسكانر ما ننسى اسمه سكان سكانر هاي معناه متحرك معناه تتم كل مرة بدها تضرب على نقطة على منطقة على كذا هلا هون في الابجيكتيف لانس تمام اللي برضو وجهت تماما على النقطة المقصودي المحضرة واللي درايد واللي محطوط عليها كوت سبري من هيفي ميتل وكذا موجود في الاسفل لما يضرب عليها الالكترون هون على سباسيمين بدها برضو الالكترون ينعمل لهم يعني يصل لهم باك سكاترينج بحيث نضرب في الديتكتر أو يتم الابسوربشن لالهن في العينة ولكن بصير امشن ل سيكندري الالكترون على الجهتين هنا هذا على ايش باعتمد طبعا باعتمد على التوبوغرافي والكومبازيشن والالكترون دينسيتي الالكترون دينسيتي الالكترون دينسيتي للعينة اللي بتعتمد كديش اجزاء العين المختلفة اخذت الالكترون او ما اخذتش فهون هذا كله يترجم الى برضو بلاك ووايت وانبتوين وهي الامج ايضا من ميزاتها انها بتكون اللهم صلى عليه وسلم سيدنا محمد بتكون ثري دا منشنال فوتو برضو هذا من المايكروسكوب اللي ممكن انها تعطي ثري دا منشنال وهذا يستخدم لدراسة السيرفيس تمام وليس العمق فهون احنا بنكون لحد اللي هون انهينا ما يلزمنا في الالكترون مايكروسكوب وبالتالي انهينا ما يلزمنا في المايكروسكوب موضوع المايكروسكوب بشكل عام نتوقف لحد اللي هون مع اي اسئلة عندكم بإذن الله تعالى